اهلا انا عمار الشريف وهذا بودكاست تقنية بالتزامن مع المؤتمر الوطني الخامس لكليات الحاسب الآلي بالجامعات تحت عار الثورة الصناعية الرابعة وعنوان حلقتنا لليوم انترنت الأشياء وعلاقتها بالثورة الصناعية الرابعة وضيفي في ضيفكم لليوم الدكتور فهد الدوسري أستاذ مساعد بقسم هندسة الحاسب الآلي حياك الله يا عمار أهلا وسهلا الله يبقيك ياهلا وسهلا أرحب فيك أولا وسعيد بالتواجد معكم في هذا اليوم الله يبقيك أريد أسألك دكتور فهد ما هي انترنت الأشياء انترنت الأشياء من المفاهيم والتقنيات الحديثة التي تم استخدامها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة وحقيقة تغطي معظم مجالات الحياة وهي ببساطة التفاعل أو التواصل ما بين الأشياء والأشياء هذه قد تكون أجهزة قد تكون أفراد قد تكون خدمات ويتم هذا التواصل عن طريق شبكة الانترنت لكل شيء من هذه الأشياء عنوان على شبكة الانترنت يطلق عليه IP address يمكن من خلال هذا العنوان الوصول لهذا الشيء والتفاعل معه أو أخذ بيانات أو أخذ بعض القراءات أو الخدمات من هذا الشيء وهذه ببساطة تشكل مفهوم انترنت الأشياء ممتاز، أريد أن أتطرق للاستخدامات، ما هي استخدامات انترنت الأشياء؟ استخدامات انترنت الأشياء حقيقة في كل المجالات مجالات الحياة، مجالات الطبية، المجالات العلمية، التعليمية، الصناعية، كل مجالات حقيقة ويمكن استخدام تطبيقات الانترنت والأشياء في العالم حالياً ما يقارب أكثر من 300 مليار جهاز متصل لشبكة الانترنت الأشياء أي جهاز تتنوع ما بين أجلة الحاسب الآلم والحقات، الهواتف الذكية ما يسمى الـ wearable devices، الأجزة الطبية، المستشعرات، كاميرات المراقبة كل جهاز متصل لشبكة الانترنت يمكن التواصل معه والتفاعل معه وأخذ بعض القراءات هذا يمكن أن يدرج أحد أجهزة شبكة الانترنت الأشياء شعار المؤتمر الثورة الصناعية الرابعة نعم فوش علاقة انترنت الأشياء بالثورة الصناعية الرابعة؟ في السابق كان هناك تفاعل ما بين الإنسان وما بين الأشياء أو الأجهزة هذه الآن أصبح التفاعل ما بين الأجهزة فيما بينها البين حيث يمكن للأجهزة التفاعل والتخاطب وأخذ البينات والعمل فيما بينها وهذا حقيقة أحد معالم الثورة الصناعية الرابعة حيث يمكن خلال إنترنت الأشياء دمج العوالم الطبيعية والرقمية والبشرية في عالم واحد والهدف منه تطوير الصناع وزيادة الإنتاج ممتاز فأريد أن أتطرق للمستقبل كيف ستقود إنترنت الأشياء الثورة الصناعية الرابعة؟ صح أن المجال أو القطاع جدا سريع وممكن صعب التوقع بس بوجهة نظرك كما نعرف أنه الهدف الأساسي من إنترنت الأشياء هو التواصل والتفاعل ما بين الأجهزة والأشياء بشكل عام وهذا يساعد في أتمتة العمليات وإعادة جدولة المهام مما ينعكس بشكل إيجابي على الصناعة حيث يمكن مثلا زيادة الإنتاج ورفع كفاءته خارج ساعات الدوام الرسمية أيضا إنترنت الأشياء قدمت مفهوم جميل في الأعمال وهو تقديم خدمات أكثر من تقديم منتجات حيث يمكن من خلال هذه الشبكة طلب منتجات معينة بدلا لشراء جهاز أو أداء معينة وهذا بطبيعة الحال سوف يساعد في زيادة الإنتاج، تجويد الصناعة وتطوير القطاع الصناعي بشكل كبير سؤال أخير، ودي أسألك عن الفئة المهتمة أو الطلاب بهذا المجال، بماذا تنصحهم؟ حقيقة إنترنت الأشياء تعتمد على عدة أساسيات، لا بد بالطالب أن يكون مطلع عليها بداية من شبكات الحاسب الآلي التي تعتبر الأساس لهذه الشبكات أيضا هناك بعض المواد التدريبية خاصة بشركات عالمية ممكن للطالب أن يأخذ هذه الكورسات أو هذه المواد للتعمق فيها تطبيقات الإنترنت الأشياء بشكل بسيط ممكن تطبق في أي مجال، ممكن في البيت، ممكن في المدرسة، ممكن تطبيقاتها جدا سهلة وهي حقيقة تبدأ من أجهزة صغيرة ممكن لعمل عليها إلى تطبيقات صناعية على مستوى عالي فهو مجال متاح لأي طالم مهتم أن يبدأ التفاعل والتعامل وبناء شبكته الخاصة عن طريق إنترنت الأشياء أعطيك الآخر دكتور شكرا لكم مقدر وشكرا لكم على هذا اللقاء شكرا لك كان هذا بودكاست تقنية شكرا لكم لمتابعتكم وحسن استماعكم ونلقاكم في حلقات أخرى بإذن الله شكرا لكم مستوى عالي شكرا لكم مستوى عالي